حلقة فيها كتير من الموضوعات المهمة بس عايزة أقول لحضراتكم كمان فريق الكورة وهو بيستعد دباشموندس لعودة الدوري بعد حالة السبات العميق اللي انت أشرت إليها وكل مسألة بها هيلعب مباراة دي يوم الثلاث مع الاتصالات لتجهيز الفريق لمباراة الجونة مع استعناف الدوري وكابتن سيد عب حفيز بيأكد على إنه المكاسب الفترة اللي فاتت من معسكر الإمارات والفترة التدريبية كانت مفيدة والجهاز الفني كمان قد اللعيبة راحة بكرة الجمعة وحيرجع يتمرن إن شاء الله يوم السبت حمد فاتحي واحد من اللعيبة الدوليين اللي كانوا عايدين جدا والمباراتين الأخيرتين للمنتخب الوديتين سجل فيهم والناس كلها بدأت تستبشر لعب كبير مهم ده اللعيبة النشئين المتصعدين معلشي أبو طوير ده صالح نصر نصر في مجموعة وفي العربي وفي شادي والعربي بادر وشادي في مجموعة هم خمس لعيبة أنا مبارحة استجمعت القواية كده وروحت رايح متفرج على التمرين انبسط يعني شفت بس هم كمان اللعيبة اللي طالعة دي بقى تطلع بجدعانة بطموح ناضج مش بغرور ولا وعرفوا إن هم مش معنى كده إنهم حيكملوا فوق إنما معنى كده إنهم حطوط عليهم العين قوي محتاج منهم يتطوروا محتاج منهم يتعلموا محتاج منهم يشرابوا من الفريق الأول ونظاموا علشان بإذن الله يبقوا حاجة حلوة للمستقبل إن شاء الله وبالمناسبة بمناسبة المستقبل الفريق الأهلي 2004 النهاردة فاز على الإسماعيل 7-0 بس أنا عادي أقول تحت قيادة الكابتن ياسر ريان تحت قيادة الكابتن ياسر ريان وكان موجود بيدير المباراة مدير الفني ففوز كبير في بريقة أمل كبيرة أو في مؤشرات جيدة جدا من فريق 2004 2004 يعني نحن نتكلم على 15 سنة لما يكون عندك في الفريق الأكبر منهم 16 و17 و18 عندك العدد الوافر في منتخبات الناشئين وفي مستوى التميز أعتقد لما كمان يكون الامتداد بهذه الدرجة من الكفاءة يحتاج القطاع إلى الكثير من الجهود أيضا لتطويره والاستفادة من كل الكفاءات الموجودة